مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو رح نشوف طاقتكم بشكل عام هون هون لمحة عاطفية التحذير ومسج من الحبيب فخلينا نشوف طاقتكم هذا الشهر كيف عامله إن شاء الله تكون إيجابية لا الدلو إليهم فترة يعني عم تتحسن شوية 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 أمورهم إن شاء الله على خير هذا الشهر إن شاء الله يكون كمان منيح عم بجو بطاقة اللي هي انتصار على شخص ممكن يكون هذا الشخص من برج مائي أو من برج ناري مائي أكتر عم تاخد حقك منه هذا الكرت عم بفرجيني كارما أكتر كارما رح ترجع رح تلف اللفة وتاخد حقك في هذا الشهر من بعد يعني ظلم أكلته من هذا الشخص خلينا نقول خلينا نشوف بشكل عام بشكركم طبعا بشكر جميع الأبراج على الدعم للقناة شكرا كتير للكم زواج وحب ومشاعر من أولها والله وعمل لكن عم تبعد شوي عن العادات والتقاليد عم تعيش يمكن مغامرات جديدة عم بتعيش عيش غير اللي أنت متعود عليها عم بتحاول تعيش شي جديد هاي الفترة عم بتحاول تغير كل الأجواء اللي حواليك عم بتحاول تغير حتى الناس والله عندك زواج يعني أول كرت وآخر كلف كرت حب بحقيقة أو صول ميد ممكن تكونه عم تلتقي فيه أو عم تلتقي لا هذا الشخص إلك فترة معه مش جديد هذا الشخص رح تنتهي الشهر بفرحة كبيرة ما بقول زواج ولكن ممكن تكون تحضيرات لزواج أو ممكن تكون وعود صادقة خلينا نقول خاصة إذا الشخص كان هوائي أو ناري أو حتى مائي الطاقات عم بتبين عندنا برج التور السرطان الجوزاء أنا بشوفه هذا كمان ادلوا أنت يعني ممكن صادفوا أشخاص من نفس البرج شايفيت لك حب ومشاعر كبيرة أول الفترة ممكن يعني بين فترة وفترة تتذكر حب قديم أو تتذكر شغلة قديمة ممكن من بعد فراق صار هذا اللقاء شايفة نهاية مع شخص من برج مائي نهاية يعني اللي هي نهاية لابد منها فيه من بعدها بداية زي ما قلنا بداية حلوة جدا شايفة كمان فيه ممكن تكون عندك فرصة عمل ولكن فرصة عمل هي في مؤسسة في شركة في يعني مش إنه شراكة أو عمل حر أو كذا عم بشوفك لا عم تشتغل فيه كادر معين فرصة عمل فيه كادر معين وإذا كنت أساسا عم تشتغل ففي عندك أمنية في العمل ممكن تتحقق ممكن ترقية أنت عم تستناها شايفيتها ممكن كمان شخص يكون من برج هوائي أو ناري يكون هذا الشخص عم يوهمك في أمور في الشغل عم يستغلك يمكن يمكن مش بس في العمل يمكن على أصعاد أخرى هذا الشخص عم يوهمك في مواضيع في أمور نكون حزيرين من مواضيع النصب خاصة من هاي الطاقات أنا ما بقول إنه هاي الأبراج أو هاي الطاقات سيئة ولكن طبعا مش كل أشخاص البرج نفسه بيكونوا نفس الأخلاق فبس نكون حزيرين هاي الفترة من هذا الموضوع عم بهيئلنا شغلات عم نتعرض لنصب من ناحية عاطفية إذا كان في شخص جديد عم يدخل حياتنا إذا كان هوائي أو ناري ممكن شوي ناخد بس حزرنا أنا ما بقول لك إنه شخص سيء ولكن ناخد حزرنا بس إنه نكون حذرين وما نتوه بسرعة بالمشاعر وما نفوت بسرعة بالمشاعر نتأكد من الشخص قبل ما يعني ندخل أكتر في الموضوع شايف في عندك سفر ولكن مؤجل هذا الشهر يعني ما رح يكون هذا الشهر في سفر في وعود وأوراق عم بتوقع عليها كرمال السفر ولكن السفر فعليا ما رح يكون في هذا الشهر ممكن هذا أهم شيء كمان شوي على الصحة النفسية بالناحية التفكير عم بشوفك بتفكر البعض منكم عم بيزيد ويعيد في نفس الموضوع بعض منكم عم بيكون شوي عنده أرق نوم متقطع نفكر بصحتنا شوي أكتر من اللي حوالينا لأنه صحتنا أهم شيء ناحية عاطفية عم بشوفك أول الشهر عم تتذكر عم بتكون وحيد شوي في فرص عندك كتير أو لعيون عليك وما عم تعطي فرص لحدا عم بتكون منزوي نوعا ما ولكن سرعان ما تتغير هاي الطاقة هاي الطاقة رح تكون بس مجرد أيام قليلة ولكن رح تتغير بسرعة هاي الطاقة نتيجة أخبار رح توصلك من الشريك أخبار مباشرة يعني الشريك نفسه رح يحكي معك مش إنه أخبار رح توصلك عن الشريك رح تاخد حقك من شخص يمكن من علاقة ثلاثية كانت موجودة رح يوصلك حقك في النجاستس في هذا الشهر فعم بتكون سعيد في هاي في هذا الموضوع أو في هذا الانتصار عم بشوف في فارس أحلام بالنسبة للعزاب أو للناس اللي خلص بدهم يرموا القديم وبدهم جديد في مجال كتير كبير إنه يكون فيه جديد عفوا في هاي الفترة خاصة من الأبراج القوس الأسد الأبراج النارية ممكن تكون فيه فرصة حلوة كتير أو شخص معجب ممكن إنه يبادر في هاي الفترة بالنسبة للمتزوجين عم بشوف الأولاد شوي عم بيسببون لهم شوية يعني إرهاق شوية تعب ولكن مش كل الأولاد يعني نبين عندي الأولاد نوعين عندكم إياهم نوع كتير هادي وراي وكذا ونوع شائفة عم شوية تواشه يعني مشكلة في هذا الموضوع الأمهات أو الأباء شايفة فيه ممكن يكون حتى حمل يكون حمل فيه في ولد مش في بنت على الأكتر خاصة إذا كان الشريك ناري أو مائي عم بشوفك زي ما قلت لك منتصر على علاقة ثلاثية أو منتصر على الشريك نفسه لأن الشريك نفسه رح يجي لك وإنت رح ترفضه أول مرة وبعدين رح شوي تتناقش معه ولكن أنا بشوف إلك بداية جديدة أكتر ما هي رجوع للأديم في عندك بدايات جديدة حلوة مع أشخاص جداد أنت عم تختار هذا الشي هذا الشي ما عم يصير غصبا عنك عم بشوفك أنت اللي عم تختار أنت اللي عم تكون متحكم في الموضوع نشوف مسج من الحبيب ما أدري أقولها أولا هو بعيد مثلا وكأنه عم بيقولك أنه هو آسف عم يعتذر عم بيحاول يعمل تغييرات في شخصيته تغييرات جذرية لحتى يوصل لعندك هذا من العقل الباطن تبعه ومش من فعم بيعمل هيلينج عم بيعمل شي ولكن عم بيحاول يعمل تغييرات حتى فيزيكال يعني حتى مش بس اللي هم تغييرات معنوية أو كذا لا يعني تغييرات بشكل عام في شخصيته عم بيحاول يتغير لحتى يوصل لللفل تبعك لحتى يوصل لك لحتى يقدر أنه يتواصل معك يمكن عم يثبت أمور ولكن هو اعتذار أنا شايفيته اعتذار أكتر ما هو مسج شوفوا إذا في تحذير هذا الشهر لبرج عدلوا زر الكرت طلع مقلوب آآ في أمر قديم يعني انت عم تستنى كتير إلك فترة طويلة على الفكرة هذا الكرت مش مش تحسير هذا بشارة آآ عم تستنى إلك فترة عم بتكون في كانت آآ عواصف آآ في مشاكل حوالين هذا الموضوع آآ ما قادر توصل له في عوائق كتير أنا شايفيته بيت بيت ممكن يكون بيت زوجية ولكن آآ في في حواليه كتير مشاكل في آآ أمور فكأنه عم بيوصل لك مسج إنه آآ بس تكون حذر مع الشخص اللي حتبني معاه هذا البيت ولكن أنا شايفيتها أنها بشارة يعني بيت عم تبني بيت آآ مع حدا عم بتكون بيت مع حدا آآ 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 عم بيكون في زواج يعني أكتر هذا هذا الكرت بشوفه خلينا نشوف أركب لبرج الدلو تحذير برضو كمان مرة إنه آآ بيقول لك ما تدخل ما تاخد قرارات كبيرة هاي الشهر ما تاخد آآ قرارات مصيرية مثلاً زواج آآ تترك عمل آآ تعمل شغل كبيرة لأنه في شوي عدم أمان في هذا الشهر بدنا نكون حذرين ترجمة نانسي قنقر